سلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يرصد لكم أهم المواضيع التي كانت محل نقاش في منصات التواصل الاجتماعي والبداية بتاريخ الثامن ماي الف وتسعمائة وخمسة واربعين حيث خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية في سطيف وقلمة وخراطة لمطالبة فرنسا بتطبيق وعودها بعد محاربة الجزائرين معها ضد النازية لكن فرنسا واجهت هذه المظاهرات السلمية بالرصاص فسقط أول شهيد يدعى بوزيد سعال ليكون رمزا يذكره التاريخ تحتفل الجزائر كل عام بهذه الذكرى التاريخية مثلا بالأمس خرج المواطنون في ولاية سطيف لإحياء الذكرى على اعتبار أن سطيف شاهدة على هذا الحدث التاريخي المهم لكن الجديد هنا هو ذهاب السفير الفرنسي بالجزائر فرنسوا قويات إلى مدينة خراطة ليضع إكليلا من الظهور عليه ألوان العالم الفرنسي على النصب التذكاري للرمز بوزيد سعال طبعا الصفحة الرسمية لسفرة فرنسا بالجزائر نشرت هذه الصور على صفحتها وكتبت معلقة عن الحدث هذا اليوم الثامن ماي هو يوم إحياء ذكرى مجازير ماي وجوان الفين وتسعمائة وخمسة واربعين في سطيف وشمال قسنطينا جاء سفير فرنسا فرنسوا قويات باسم رئيس الجمهورية الفرنسية ليضع إكليلا من الظهور تكريما للضحايا صور وقوف السفير الفرنسي أمام النصب التذكاري لبوزيد سعال أثار ضجة في المملكة الزرقاء وأقبل بعضهم نعم على بعض يتسألون كيف سمح للسفير الفرنسي القيام بهذه الخطوة نعم والاحتفال بذكرى الثامن ماي في مدينة خراطة إذن أدعوكم مشاهدين الكرام لتسمعوا وتشاهدوا بعض التعليقات التي نبدأها بتعليق من صفحة الصفرة الفرنسية بالجزائر لصاحبه الذي يدعى مجيد منصور قال فيه لفتة رمزية فريدة منذ الاستقلال وتعكس إرادة الطرفين للمصالحة الحقيقية وقبل كل شيء للمضي قدما في العلاقات الجزائرية الفرنسية ويرد عليه عز الدين زروالي وكتب لفتة رياء عندما لا تريد حكومته الاعتراف وإعادة ما سرق في صفحات أخرى وجدنا تعليق لإسماعيل إسماعيل الذي أدلى برأيه وقال تقبل الأكليل وتقبل الظهور يا سعادة السفير عندما تقدموا دية الشهداء لأهلهم وتعترفون بجرائمكم المادية والمعنوية المتواصلة إلى اليوم وغدا والتوقف عن أفعالكم البشعة في تفتيت الوحدة الوطنية وعندها قد نقبل اعتذاركم أعتقدوا أن هذا هو لسان الجزائريين الشرفاء ويتساءل محمود لطفي في تعليق له قائلا كافر ويترحم على شهيد في سبيل الله وفي رمضان حل وناقش ويرى حساب يسمي نفسه الجزائر محمد أن فرنسا الاستعمارية هي نفسها فرنسا الحالية لن تتبدل ولو أرادوا المشي في جنائز من قتلوهم لكن البلاد لم تستطع أن تخرج من العباءة الفرنسية ونختم بصوتي الأنثى التي تدعى نورا قائلة والله ما تحشموا والله ما تحشموا هذه مكافأة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفسيس وبإكليل من الظهور بلون العلم الفرنسي خسئتم وخاب سعيكم تنعلكم الأجيال القادمة وسينعلكم التاريخ أيضا سياسة فرنسا في عهد الرئيس الفرنسي ماكخول لم تعترف رسميا بجرائمها ولو أنه لمح ذلك في حملته الانتخابية لكنه اعترفا من ضمن ملايين الشهداء اعترفا ماكرون فقط بتعذيب المناظر علي بمونجل الذي قتل على يد الجيش الفرنسي كما استرجعت الجزائر بعض جماجم المقاومة الجزائرية في انتظار أخرى وهي كلها خطوات يراها البعض أنها لا تعكس النوايا الحسنة لفرنسا تجاه الجزائر